بيبدأ الفيلم في عصر انتشر فيه نوع غريب من الوحوش على الأرض واللي بيكون وحوش عملاقة على هيئة بشر وبيوصل طولهم لحوالي 20 متر وبنعرف انهم بيتعاملوا بدون أي عقل وتصرفاتهم أشبه بالحيوانات المتوحشة والوحوش دي مش بتتكسر وقوتها في حجم جسمها ودفعها القوي وبسببها مجيتها بتكون خلاص أبادت البشرية ودمرت الحضارات بأنواعها ومن وقتها العالم رجع للحياة البداية من تاني ولكن ساعتها شوية البشر الناجين بدأوا يبنوا مكان أمان ليهم وحوطوا المكان ده بتلت أصوار عملاقة عشان تحميهم من وجوم العمادقة وبدأت الممطقة دي تتعمروا وعاشوا الناس بأمان فيها لمدة 100 سنة وبقى الصور الأول في المدينة دي للفلاحين والشعب أما الصور التاني فهو للجيش والأسلحة الحربية والصور التالب بقى هو للأغنية والطبقات العلي وبنروح بقى لطفل اسمه أرمن وقت ما بيخترع آلة في بيته الفقير وساعتها بيكون خاف الموضوع دوت عن حكومة المدينة لأن ممنوع الفلاحين والشعب أنهم يخترعوا أو يتعلموا أي حاجة متطورة المهم بعد شوية بيخرج أرمن عشان يقابل صحابه إيرن ومكاسا وبيتجمع هم التلاتة مع بعض عند مستوضع المدافع وبيكون أرمن ومكاسا خايفين جدا من مدفع قدامهم معاد إيرن بقى اللي بيكون واقف وبدون أي خوف فبيروح يضربه برجليب قوة لكنه فجأة بيقع على الأرض وساعتها بتساعدهم كاسا وبيباني أنها معجبة بيه المهم بعد شوية بيقترح إيرن على صحابه أنهم يدخلوا للصور اللي فيه طبقة الأغنية وبيقول لهم أن عندهم بيوت فخمة وأماكن أجمل بكتير قوي من المنطقة اللي هم عايشين فيها فبيوافق إصحابه أنهم يدخلوا معاه بس فجأة بيقعد تراب من على المدفع وبتظهر عليه صورة للبح فبيتفاجئوا كلهم من الصورة لأنه عمرهم ما خرجوا من الصور ولا شافوا بحر في حياتهم وساعتها بيكرر إيرن خلاص أنها يخرج بالرصور هو وأصحابه وهيبدأوا بقى يستكشفوا العالم بنفسهم وبعد شوية بيتحركوا هم التلاتة عند منطقة الجنود وبيحاول إيرن يتصلق الصور ولكن بيوقفهم الجنود في آخر لحظة وبيضربوا إيرن لحد ما بيجي السودة قائد الكتيبة وبيمنع المشكلة اللي بتحصل وبيبدأ يقول لإيرن إذا كان عاوز يخرج بالرصور فالأحسن ليه أن ينضم الجيش المدينة لأنهم أحيانا بيطلعوا فرق لاستكشاف الأرض في محاولة يعني أنهم يلاقوا مكان آمن تاني يقدر يعيشوا فيه فبيعجب إيرن بالفكرة وبيحاول يخلي صحابه أنهم يبقوا معاه بس فجأة واحدة بيحصل زلزال قوي وبيهز الأرض وبيكتشفوا فجأة أن الصور بيتهدى عليهم وطبعا بيكونوا خايفين جدا ومش فاهمين إيه اللي بيحصل بالزبط لحد ما بيظهر عملاق قوي جدا وأطول من الصور فبيضرب الصور ضربة قوية وبتعمل فجوة كبيرة فيه والفجوة دي للأسف بتتسبب في دخول باقي العمالقة للمدينة فبيروح القائد سودا عشان يحضر الجنود ويحرب الوحوش ولكن للأسف بيكون عددهم كبير قوي وساعتها الجيش بيبدأ يضرب عليهم بالمدافع ولكن جروح العمالقة بتلتقم بسرعة ما بيموتوش فبيبدأوا يهجموا عن الناس وبيأكلوهم بكل وحشية وطبعا إيرين واصحابه بيكونوا شايفين كل اللي بيحصل وحسين انهم عايشين في كابوس وساعتها بنشوف الجنود وما بينبوتو نفسهم عن طريق المسدسات من كتر خوفهم العمالقة وبتقوم فوضى كبيرة جدا في المدينة والوحوش دي بتكون خلاص احتلت الجزء الاول منها فبتبدأ الناس تهرب للطبقة التانية من الصور وساعتها بتشوف مكاسة أم شايلة طفلها فبتسيب ايد إيرين وبتروح بسرعة عشان تلحقها وساعتها بتزاقي إيرين لجوه بسبب الازدحام فبيتقفل عليه الباب ومكاسة بتكون بره لوحدها وفي الوقت ده بيجي عمله قبير جدا عشان يمسك مكاسة ولكن بيتضرب صاروخ في نفس المنطقة فبتبدأ مكاسة تختفي من قدام عين إيرين وبعدها بيخرج إيرين وبيفضل يصرخ لانها ماتت وبيفضل يمشي وسط الحطامة ومنهار وبعد السنتين بتتنقل الناس اللي عاشت لمنطقة الصورة التانية وبيتم تجنيد كل الشعب سواء بقى إن كانوا رجال أو ستات وبيكون الجيش دوت بقيادة جنرال اسمه كوبال واللي بيدي تدريبات قوية وبيفضل يرسم في خطط عشان يواجهوا العمالقة اللي دخلوا مدينتهم وبيحطوا دفاعات على الصور قبل ما يقتحموا بقى المنطقة مرة تانية المهم في الوقت ده بيمر سكان المدينة بأسوأ ظروف ليهم والسبب في كده إن المحاصيلة اتدمرت والناس ما بقتش لاقي يتاكل وهدفهم دلوقتي إنهم يدمروا العمالقة اللي موجودين جوه الصور وكمان يسدوا الفجوة اللي اتفتحت عن طريق الحطام اللي موجود في المدينة المهم بتظهر واحدة من الجيش وقتها اسمها ساشا وبتعرض عليهم سلاح متطور عبارة عن حبال حديد بيساعدهم يتحركوا بشكل أسرع وبتقول لهم إن العمالقة نقطة ضعفهم موجودة وراء رقبتهم وإنهم لازم يوجهوا ضرباتهم في المنطقة ديت عشان يقدروا يقضى عليهم وبتتعامل وقتها فرق استطلاع بقيادة شخص اسمه ليفاي واللي هيقابلوه في الجنب التاني من الصور وبنعرف إن ليفاي دوت من أقوى المحاربين في الجيش وموت حوالي 16 عملاق لوحده وبتعرفهم إن معاد الخروج هيكون بالليل وهتم عملية الهجوم مبدون أي دوشة المهم بيكون إيرن وأرمن من ضمن فرق الاستطلاع اللي هتخرج من الصور وبالليل بتتحرك عربيات الجنود برا الصور بيجهزوا الأسلحة وفجأة بيسمعوا صوت قوي جدا جاي من وراء الحطان وبيطلع عن طفل من الوحوش وبيلتهم واحد ميت في إيده فبتخاف واحدة من الجنود وبتطلع صوت عالي وساعتها بيعيط الطفل وبيجزب انتباه كل الوحوش اللي في المكان وبسبب اللي حصل بيعجم الوحوش على الجيش فبيصرخ واحد منهم في اتجاه معين عشان يجزب انتباه الوحوش ليه ويساعد بقية الفريق إنه يهرب ولكن للأسف بيوقف قصادهم عملاق في الطريق وبيكون في إيده اتنين من الجنود وبياكلهم وفجأة بيظهر القائد لفاي مع واحدة من المساعدين بتوه وبيبدأوا يهجمعوا العملاق وبيخلصوا عليه وبيتضح إن المساعدة بتاعته دا تبقى مكاسة وبنعرف إنه ما ماتتش في وقت الهاجوم بتعلوحوش على المدينة وساعتها بيتصدم إيرن وما بيكونش مسدق إنها عايشة وبيلاحظ ساعتها إن مكاسة بقت بدون مشاعر والسبب في كده هو وجودها في أجواء حربية طول الوقت المهم بيوصل الجنرال كوبال لجنب تاني وبيشكر لفاي على عمله وبيكون لفاي موجود لحراسة مخزن القنابل اللي هيتم تفجيرها في العمالقة وبالليل بتتنقل القنابل على العربيات عشان تتحمل لموقع الإطلاق وساعتها بيتعارك إيرن مع واحد من الجنود بسبب إنه مش مركز في شغله من وقت ما شاف مكاسة وساعتها بتتدخل مكاسة وبتمنع العركة اللي ما بينهم لحد ما بيوصل القائد لفاي وبياخد إيرن لمكان بعيد وبيبان كده إنه عارف إيرن وساعتها بيسأله لفاي عن والده وعن حياته وعن طفالته وطبعا إيرن ما بيكونش فاهم هو بيسأله ليه بالزبط فبيقترح عليه لفاي إنه يعلمه إزاي موت العمالقة زي معلم مكاسة فبيفرح إيرن وبيوافع على كلامه وبعد شوية بيكون أرمن قاعد ومعاه آله هو اختراها فبيجي له الجنرال كوبال وبيتعارك معاه بسبب الآلة اللي معاه فبيتوتر أرمن وبيقوله إنها كانت مجرد خردة وهو قاعد تدورها فبيحذره الجنرال كوبال من إنه يبقى عنده علم بأي حاجة وبيهدده إنه يسيبه لوحده في منطقة العمالقة وبدون أي أسلحة وبعدها بيسيبه وبيمشي وفي الوقت ده بيروح إيرن لمكاسة عشان يعرف إيه اللي جابها في مكان زي دوت ولكن بيباني إنها متضايقة منه لأنه سفعل وحدها ووقت هجوم الوحوش على المدينة وبتقوله إنها قدرت تهرب لكنها ما قدرتش تنقذ الطفل وبتوري له جرح كبير أوه في جسمها كان بسبب العملاق لكنها قدرت تفلك منه بأعجوبة وفي آخر لحظة وساعتها بيقطعهم لفاي وبيطلب منه إنه يمشي من المكان هو بيبان كده إن فيه بينه بيمبكاسة قصة حب فبيتصدم إيرن وبيخرج من المكان ومنهاره بيزع لحد ما بتجيله بنت سمعها ناتا وبتضربه عشان يسكت وبتقوله الصوت يا متخلف هيجيب العمليقة للمكان وفعلا وقتهم وما قاعدين بيجيب عليهم عملاق في مكانهم وبيسحب هناتها وبيبلعها وطبعا بيجي على الصوت باقي العمليقة اللي في المكان وللأسف الجنود كلها بتتحصل من كل اتجاه فبيبدأوا يستعجلوا معادل هجوم وبيخلوا دلوقتي بدل ما كان بكرا وبيجيب لفاي على عملاقه وبيضربوا بالسف دهر رقابته وبيخلص عليه وساعتها بيظهر الجنرال كوبال وبيأمر بهجوم كل الجنود في وقت واحد وطبعا ما بيكونش هامه كل الناس اللي عملت موت وأثناء ما وما بيحربوا بيجي شخص ملسم وبيسرع عربيات القنابل وبيها ربيها فبترمي واحدة من الجنود نرع العربية وبتهجي مع الملسم وبترمي برا العربية وهو بعدها بتدخل هي بالعربية في العمليقة وبتتسبب في انفجار قوي في مكانهم ولكن العمليقة بيكونوا عمليقة وما بيتأثروش بالانفجار لانه بيوصلش لنقطة الضعف اللي بتموتهم وبيكون الجيش للأسف وقتها خسر كل الزخيرة اللي معاها وفي نفس الوقت ده بيستغل إيرن الانفجار وبيروح يحارب العمليقة لوحده وبينجح وقتها انه يوقع واحد منهم بس فجأة بيهجم عليه عملاق وبيقطع له رجليه وبيرميه لبعيد وبيكون الجيش وقتها مستمر في الهجوم وفجأة بيهجي عملاق وبيمسك أرمن وبيرميه في بقه بس الحصن الحظ بيكون إيرن على السطح جنب العملاق فبيمسك إيد أرمن على آخر اللحظة وبيرميه لبعيد وبيوقع إيرن بادهله جوا معدة الوحش وبتطقطع إيده وساعتها بيدخل إيرن جوا معدة الوحش وبيفضل عايش لكنه بيكون خلاص في لحظاته الأخيرة وفي نفس الوقت ده بيكون عمليقة كلهم متجمعين وفي نفس المكان فبتستندك ساشة وقتها ان في حد بيجزب انتباههم وساعتها بييجي أرمن وبيسلم مكاسة إيد إيرن هو بيقول لها للأسف ما قدرتش ألحقه فبتعايت مكاسة وبتروح تهاجم الوحوش بكل قوتها بس فجأة بيخلص الغاز من سلاحها وبتوقع على الأرض وبتكون مستسلمة للموت ولكن فجأة بيجي العملاق اللي أكل إيرن وبينفجر قدام عينيها وبيخرج من بطنه عملاق تاني لكنه بيكون أخوى وبيتعامل بزكاء زي البشر وبيروح العملاق دوت وبيهاجم باقي العمالقة وبيموتهم وطبعا ساشا وقتها بتكون مستغربة من اللي بيحصل لأن الحاجة ديت على عكس طبيعة العمالقة وبيقدر العملاق دوت يموت باقي العمالقة وبإسلوب محترف وما بيشوف الوحوش اللي بيحصل بيخافوا منه جدا وبيهربوا من مكان وبتكون مكاسة شايفة كل اللي بيحصل وبتتأكد إن العملاق دوت يبقى إيرن لكنها ما بتبقاش عارفة إيه السبب اللي حوله العملاق وفجأة بيضعف جسمه وبيفضل يطلع في دخان لحد ما بيقع على الأرض وبتروح مكاسة تشرح العملاق وبيخرج من جسمه إيرن والمفجأة إنه بيبقى عايش وأطرافه سليمة مش مقطوعة وبيتصدم الكل من اللي هم شايفينه معادة لفاي اللي بيكون عارف سر اللي حصل لإيرن وعن سبب تحوله وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة أنا عملت قناة تانية وسميتها أوفردوز أفلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة